متابعيني جميعاً على قناة إنفو تكفريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وبسلمة الفترة الأخيرة اتكلمت فيها عن ديبسك آخر حاجة اتكلمت عنها هو الإصدار الثالث أو فيرجن ثري واتكلمت عن ظهور هذه الشركات اللي بتنافس بشكل كبير جداً OpenAI في الفترة الأخيرة وديبسك بصراحة عشان أكون معاك وقعية اعتقدت إنه هو هيقف شوية قبل ما يعمل أي تطورات أخرى ولكن بصراحة الجديد النهاردة اللي غير بشكل كبير في المعادلة كلها هو ديبسك أرتيفاكت كنت اتكلمت من قبل عن الأرتيفاكت ده ما كنت بتكلم عن كلود بشكل أساسي وده من أوائل الناس اللي اشتغلت على هذه الجزئية واتكلمت قد إيه الأرتيفاكت هي عبارة عن أو دبوط تفاعلي إنتر أكتف تقدر إن انت تتعامل به وتعمل عليه إدت وتعمل بابلش واتكلمنا عن الموضوع ده تقدر ترجع له على القناة ولكن ديبسك أرتيفاكت نهاردة التعامل معاه سهل جدا الانترفيس أو الرابط اللي حطولك في الوصفة أسفل الفيديو مش هتحتاج تعمل ساين أب وحنجرب الموضوع بمنتهى البساطة والفكرة في الأرتيفاكت أن انت تقدر تعمل محتوى يعني إنتر أكتف تقدر تعمل أبليكيشن يكون تفاعلي بشكل بسيط جدا ومن غير ما يكون عندك كبرة بشكل كبير عن الكود والحطة بتاعت التغيير وإن أنا عمل إدت على الكود محتاج إني أنت يكون عندك خلفية طبعا لازم يكون عندك خلفية عشان أنا برضو من وجهة نظري شايفة الموضوع علشان تطلع منه شغلة حلو وأبليكيشنز حلوة وتقدر تعمل كستمايزيشن لازم يكون عندك خلفية وتعالي نقول أن الديبسك أرتيفاكت مش بيستخدم الرو اتش تي ام ال هو بيستخدم الرياكت وبيستخدم حاجة اسمها تيل ويند سي اس 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 فريمورك والاتنين أوبن سورس علشان كده هو بيستخدمهم وده طبعا اللي أنا قدرت استشفه من خلال رأيتي عن هذه الجزئية زي ما قلتلكم أنا ما عنديش خلفية في مجال البرمجة غير معلومات بسيطة جدا ولكن لازم نكون برضو عارفين هو شغال بإيه فلازم تكون عارف إن هو شغال بالرياكت وبي التيل ويند سي اس اس فريمورك والاتنين أوبن سورس يلا بينا نشوف إزاي ممكن إحنا نستخدمه أولا كده شجبت شوية إجزامبلز باستخدام الديبسك العادي علشان نجربها بشكل عملي باستخدام ديبسك الأرتيفاكت فهنا مثلا هو عطاني مثال على بعض الإجزامبلز زي اللي أنا شايفها من الحاجات الحلوة يعني الجزء المتعلق بالإديوكيشنال جيمز اللي هي الأدوات اللي أنا أو الألعاب الخاصة بالتعليم طيق الأمر اللي أنا عايزاه Create a math quiz game or language learning game Develop interactive quizzes Generate educational content and track player progress هنا ده أنا عايزة زي لعبة كده تعليمية وتكون interactive وهو ده فقط الأمر اللي أنا حطيته وهبتدي أدوس enter وتعالى نشوف إزاي حيبتدي يشتغل عليه هنا بيبتدي يحضر نفسه زي ما احنا شايفين بيستخدم يعمل import للرياكت قلتلك إن هو بيستخدم react framework library هي open source وfree وحيبتدي إن هو يشتغل بالمنظر اللي احنا شايفينه ده سرعة بتاعت الأداء هنا ابتدى يعمل لي learning game أنا طلبت منه ما عمليش المask quiz مش مشكلة هنا بيقول لي what is the capital of France فالمفروض إن أنا مثلاً هجاوب وحروح للnext question وهنا what planet is known as the red planet هنا ممكن الكوكب الأحمر هو Mars أعتقد next what is the largest mammal blue أعتقد الحوت الأزرق هنا تلاتة من تلاتة هنا جاوبتي صح ممكن أعمل restart للquiz ممكن إنت بقى تطلب عدد الأسئلة ممكن تطلب اتحدد بالضبط ما تقولوش or كده زي ما أنا عملت ممكن أن إنت تطلب منه بالضبط إنت عايز إيه عشان تعمل customization للحاجة اللي إنت عايزها هنا في عندي حاجة اسمها open sandbox هو بيستخدم isolated environment اللي هو الساند بوكس علشان تقدر إنت تعمل taste للapplication ده من غير ما تأثر على الoriginal الموجود عندك في الartifact وهنا تقدر تعمله test وتقدر كمان أن إنت تعمل editing على الكود ككود editor فهنا ده الساند بوكس فتح معي هنا بيبتدي يعمل loading لي الأدتور اللي هو الأدتور اللي بنستخدمه هيدا بيئة معزولة علشان تعمل taste لي الأبليكيشن بتاعك في الأخر خالص بعد ما اختبرته وعملت عليه edit وكل حاجة تقدر أن إنت تروح من هنا تبتدي أن إنت تopen in a new tab تفتحه فيه tab لوحده في البروزر بتاعك هنا حيكون في لينك تقدر اللينك ده تاخده وتشيره مع أي حد حيبتدي اللينك ده لما احتبعته حيسأل بس الشخص أنه هو حيتفتح فيه ساند بوكس فهل هو موافق ولا لأ فحيبتدي أنه هو يوافق ويفتحه ويستخدمه ويبتدي يجاوب على الأسئلة وهنا تقدر أنت كمان تطلب منه أنه هو يديك الإجابة الصحيحة لو فيه إجابة خاطئة تقدر تعمل ال customization ده في التكست نفسه في النص اللي أنت بتدخله في deep seek artifacts نفسه يعني هنا أنت بتطلب منه بالتفصيل أنت عايز إيه أنا بديك بس مثال على استخدامه تعال نجرب حاجة تانية وممكن على فكرة تجرب باللغة العربية عشان بعض الناس حتقول لي هو ما بيدعمش لغة العربية لا بيدعم اللغة العربية ممكن أقول لكم بإنشاء لعبة تفاعلية للأطفال عن البلاد وعواصمها في الوطن العربي مع وضع صور لأشهر المعالم في كل بلد وأبتدي أدوس enter أنا هنا عايزة أعمل لي لعبة تفاعلية للأطفال عن البلاد عشان أشوف هل هو عارف البلاد وعواصمها في الوطن العربي مع وضع صور لكل بلد أشغل على الأبليكيشن التفاعلي باللغة العربية زي ما انتوا شايفين لو بصتوا لي الكود هنا حيبتدي ديني لعبة معرفة عواصم الدول العربية هنا مثلا ما هي عاصمة المغرب فتبتدخل الإجابة وتتحقق من الإجابة لحد في الآخر خالص ما تخلص الأسئلة ويقول لك مثلا أنت عندك كذا إجابة صحيحة فهو هنا كمان حيبين حيقول لك إجابتك صحيحة أو إجابتك خاطئة لما تدوس على تحقق حيبين وبعد كده تبتدي أن انت تروح تفتحه open في الساند بوكس وتعمل نفس اللي احنا عملناه قبل كده لو انت حابب أن انت تفتح اللينك في نيوتاب وتاخده وتبتدي أن انت تشاركه مع الآخرين زي ما قلت لك وهو ده الهدف المشاركة هنا دي حاجة تعليمية انتر اكتف حلوة جدا ممكن تعملها مثلا مع الأطفال لو انت مثلا سي مدرس وعندك مجموعة من التلاميذ بتعلمهم حاجة معينة فعيز انك انت تدربهم يستخدموا الموضوع ده وتتعلم بشكل سهل وبسيط وفي نفس الوقت تفاعلي تقدر تعمل الموضوع ده وطبعا تقدر تستخدمه في حاجات كتير هنا مثلا 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 تاني لعبة بيبقى البلايرز فيها والناس اللي بيلعبوا فيها بيكتبوا السرد بتاع القصة وده بيأثر على الستوري أو الأوتكم تعالوا نشوف الموضوع ده أنا جبت الفكرة من خلال جيبسك أو تلو ديني أفكار وهنا هبتدي أدوس انتر ونشوف حيبديني إيه بصوا الصراحة اللي بينشئ بيها أبيكيشن حاجة في منتال جميل بصراحة دي الكود وهنا الانتر اكتف ستوري أنت صحيت في غابة غامضة المصار مقسومة اتنين حتاخد أنه مصار أنا حيخد اللفت باث لقيت كنز مخفي مثلاً هنا حيقولك أنت من الشخصيات اللي بتحب أن هي تستمر في رحلتها وتدور على السلام وإنت عايش حياة سعيدة هنا ريستارت جيم تاني مثلاً أنت حتاخد الرايد باث هنا أنت لقيت مجموعة حتصتوا عليك وطلبوا أشياءك السمينة هتعمل إيه؟ هتحاربهم هتديهم اللي في إيدك فايت ذيم أنت شجاع وهكذا يعني هو انتر اكتف ستوري جيم بشكل عام أنا حبيت بس أوريك أمثلة تقدر تعمل بقى حاجات كثيرة جداً ممكن حاجة من الحاجات اللي أنا عملتها وممكن أنا أشاركها معاكم هنا مثلاً سيدة بلوج عن العواصم الخاصة بيئة البلدان الأوروبية مثلاً باريس وهنا يعني زي كوت عن كل بلد برلين وكمان طلبت منه يديني صورة لكل بلد وأيضاً هنا لندن وهنا ماتريد لأنه هو بسمبل تيكست أعطاني الوبيج اللي انت شايفها دي وفي دارك مود كمان ولايت مود حاجة في منتها الجمال يعني هنا دارك مود هيخلي لك المود دارك وتدوس عليه يديك لايت مود وممكن تشارك الموضوع ده زي ما قلتلك مع تلاميذك تشاركه مع اللي حواليك حسب الغرض من الوبيج اللي انت عاملها أو الابليكيشن اللي انت عامله ده بالنسبة لديب ساك جرب بشكل مجاني من الرابط الموجود في الوصفة أسفل الفيديو وانشي بيه اللي انت عايزه ولو عايز أفكار ممكن تروح لديب ساك نفسه وتطلب منه انه هو يديك شوية أفكار لبعض الأمثلة اللي انت ممكن تعملها زي ما عملت معاكم النهاردة اتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو النهاردة على قناة انفو تيك فوريو زي ما بقولك في نهاية كل فيديو متنساش تعمل سبسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ولو كنتم متابعين الأعزاء متنساش لايك وشير وكومنت دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته